وصلت الفرق الطبية بمساعدة الإدارة العامة لدفاع المدني وأفراد شرطة خدمة المجتمع والمتطوعين زياراتها الميدانية لأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لعدد من مناطق مملكة البحرين بهدف تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وقالت وزارة الصحة إن الزيارات شملت مجمع 303 ومناطق سكن العمال الوافدة بمنطقة الحد ومنطقة ألبا الصناعية إلى جانب المناطق القريبة من عدد من المستشفيات الخاصة في محافظتي العاصمة والمحرق حيث تم اختيار هذه المناطق لأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية للقاطنين في هذه المناطق بما يضمن سلامتهم وسلامة كافة المواطنين والمقيمين وأن الفرق الطبية مستمرة في زيارتها الميدانية لأخذ العينات وإجراء الفحوصات المختبرية وفي سياق متصل تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني القيام بتطهير وتعقيم بعض هذه المناطق مضيحة أن الحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة فيما قام أفراد شرطة خدمة المجتمع خلال الزيارات الميدانية بتوعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين والتأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتزامهم بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر